السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اكتب عن نفسك وعن عائلتك اتقد ما هو مهم اتقد ما هو بسيط بس راض لشوية تركيز وحفظ زيان اهنا عدنا مطينا كنموذج مثال بيج 15 صفحة 15 بكتاب النشاط فس رحاني اقراركم ياها راح نقراها وراح نحل التمرين سوى شان نكتبها عن نفسنا اهنا مطينا read about heba and her family اقرأ عن هبا وعن عائلتها my name is heba اسمي heba and i'm iraqi وانا عراقية i am 12 امري 12 سنة i live with my mom and dad اعيش مع امي وابي and twin brother واخي التوأم in bagdad في bagdad my dad is an engineer ابي هو مهندس he works in an oil refinery في حقول النفط يعمل في حقول النفط my mom is a teacher هي معلمة in a primary school في المدرسة الابتدائية they go to work يذهبون الى العمل by car بواسطة السيارة my sister and i انا واختي go to school by bus نذهب الى المدرسة بواسطة الباس when i grow up عندما اكبر i want to be اريد ان اكون an it programmer ان اكون مبرمج because بسبب i love using computer لاني احب استخدام الكمبيوتر شل الاشياء السلي من اريد هذا الانشاء حوله عن نفسي اوكي الاشياء دي رح تتغير دي عدنا هنانا مثلا هاي مطينا اسم هبة اش راح نسوي احنا هنانا هذا راح يتغير عدنا هبة راح يتغير عدنا i love with my mom هاي تنزل نفسه in bagdad هنا اقدر اغير المحافظة my dad is an engineer هنا وظيفة الاب راح تتغير ولازم تتغير وياها مكان الوظيفة هنا وظيفة الام راح تتغير ومكان وظيفة الام ايضا راح تتغير اوكي الباقي هنانا ما يحتاج بان هسر راح تسوي لكم الطريقة جدا بسيطة يعني ما يحتاج هاك كتابة كلها نكتبها وهنانا الوظيفة دي المستقبلية تغيرها هذان الاشياء اللي راح نغير هنا احنا من نكتب انشاء عن نفسنا زيان راح الجهسة نسوي انشاء بسيط عن نفسنا مطينا هنانا write about yourself and your family اكتب عن نفسك وعن عائلتك قلنا نجي بداية الانشاء لازم نعرف نفسنا بالبداية لازم نكتب الاسم نكتب الجنسية نكتب العمر نكتب ويا من نعيش وباي منطقي يعني سرح نطبقه سوى ركزه وياي زيان نجي هنانا بسه my name is نقول هنانا علي اهنا تتغير طبعا الاسم انتو تقدرون تغيروه يعني بدال علي كل واحد يكتب اسمه مني نقول لازم نتحدث عنه في اسمه my name is ali اش راح نقول وراها my name is ali and i'm iraqi وانا iraqi اهنا ننتبهولي اسمه الجنسيات والدول لازم اكتبها كابتل يعني اهنا iraqi لازم اكتب اول حرف كابتل اوكي iraqi اخليه نقطة وراها i am وراها قلنا ورا الجنسية لازم نذكر العمر i am 12 واخليه نقطة وراها اش راح نقول i مكان اللي نعيش به i live with انا اريد اقول with my mom and dad او اقول with my family فاحنا نكتب with my family مع اولتي i live with my family نكملها in بغداد اهنا ايضا المحافظات والدول نكتبها كابتل يعني بغداد اول حرف اكتبه كابتل ان بغداد اهنا صارت عندنا my name is ali and i'm iraqi وانا اراقي i am 12 عمر 12 سنة i live with my family in بغداد وبعدها ش راح نسوي هنانا راح اكتب هنانا عدد الاخوة والاخوات اللي عندي اقول i i have مثلا ادي اثنين اخوة راح اقول i have two brothers i have two brothers and sister واخت واحدة اوكي i have two brothers and sister اهنا نديش ما كتبت رقم لان هي مفرد واحد مثلا ما يحتاج اكتبها وهي رقم i have two brothers and sister زيان هنا هنانا نكملنا اخلي نقطة بعدها سلازم شذكر لازم اذكر هنا وظيفة الاب وظيفة الام راح اقول my my dad is هنا هنذكر اي وظيفة من الوظائف اللي اخدناهن بالدرس السابق مثلا نقول my dad is IT an IT programmer يعني ابي هو مبارنج اخلي فارزه my dad is an IT programmer لازم اذكر من ذكرت الوظيفة لازم اذكر مكان العمل ما الوظيفة نقول he works هو يعمل he works وين يشتغل مكان وظيفة ال IT programmer an office in it works in an office in an office يعني في المكتب ونخليه نقطة زيان بعد هسه شو راح نسوي كتبنا وظيفة الاب ومكان الوظيفة نجي على الام نقول my mom my mom is امي هي مثلا شنو وظيفتها نقول housewife يعني ما عادة وظيفة ربت منزل house why my mom is housewife I فارزش راح نقول she works وين تعمل ال housewife اخذنا المكان مالتها at home at home at home يعني تعمل في المنزل وراه شو راح نكتب راح اكتب الوظيفة اللي انا اريد اصيرها بالمستقبل شو نقول when when i grow up grow up when i grow up عندما اقبر i want to be واسكر هنان الوظيفة اللي انا اريد اصيرها اريد اصير من اكبر i want to be a doctor ونخلي نقطة معناه نخلص الانشاء هاي صارت عندنا بهذا الطريقة بعوث طريقة جدا مبسطة وسهلة اختصرت الكلام كله ما يحتاج هاي كله اكتبة وصير علي مطولة لا اهم شي كتبت الاسم كتبت الجنسية العمر اللي يعيش وياهم عائلتي المحافظة العدد الاخوة والاخوات وظيفة الاب مكان وظيفة العدد وهنانا الام وظيفة الام ومكان وظيفة الام واخر شي نكتب هنانا الوظيفة اللي اني اتمناها نقول when i grow up لازم اكتب when i grow up i want to be اوكي عندما اكبر i want to be واكتب الوظيفة اللي اريدها هذا فقط بالنسبة للانشاء الطريقة ما تشاند كتبوها ان شاء الله اجتفاديتوا من عندها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة